موسيقى نظم طلبة مصر اللسانية التطبيقية وتدريسية اللغة الإنجليزية الذي تنسقه الدكتور ناعمة ريماز محاضرة تفاعلية في موضوع قوة التحكم في الذات وإدارة الضغوط والتي أطرها كمال أتناريد مدرب في التنمية البشرية واستشار نفس طربوي وذلك يوم الخميس التاسع والعشرين من فبراير لسنة 2024 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأجدير اللي كي أعطيه صفة خاصة لهذا نشاطه أنه من تنسق طلبة ومن تنظيم طلبة فالفكرة جاءت من عند الطلبة وتنسق كثين مبيناتهم وطالبة تكلفت باش تواصلت مع الضيف الكريم وهذه بادرة طيبة لأنها تساهم في تكوين طلبة وكتبين على أن هناك بعض المهارات التي يأخذهم ويطبقوهم ويتعاملوا معهم خارج القسم فطالب المصر ما كيفقاش غير طالب خصو يأخذ المعلومات فيه بالعكس هو طالب اللي جزء متكوين دياله أنه يأخذ مبادرات ويقتارح أفكار ويخدم على مشاريع وإحنا الدور ديالنا كفريق ترضاوي أننا نشجع هذه المبادرات ونقدم لهم الدعم اللي يحتاجه فمبادرات بحل هذه كنرحب بها دائما وأكيد أن الموضوع مهم فأكيد أن الجميع الأن كيعاني من الضغوط ومن هذا وطلبة بالخصوص فترة الامتحانات عندهم ضغوطات كثيرة فورشة اللي ممكن تأوى محاضرة تفاعلية في هذا الموضوع ديال إدارة الضغوط أكيد غير يستفيد من هالطلبة وشف ندفة من الحضور أنما كانوا شغل طلبة ديالمصر الحمد لله كانت طلبة ديالمصر كانت طلبة ديالإجازة وكان الناس لمشي الطلبة ومع ذلك جاءوا واستفدوا من ورشة المحاضرة تمحورت حول أهمية التحكم في الدات لتحقيق النجاح والتوازن في الحياة الشخصية والمهانية عند الطالب عبر مجموعة متنوعة من التقنيات والأسالب التي يمكن للطلب استخدامها لتعزيز القدرة على التحكم في الأفكار والمشاعر والسلوكيات النشط عاماً يهدر على القوة التحكم في الدات وإدارة الضغوط بما أننا نحن طلبة المستر وكجميع طلب الجميعين يجبون من الضغوطات سواء في الدراسة أو الحياة اليومية أو العملية أو الدراسية لذلك قررنا أن نضم هذا النشط الذي سوف يفيدنا جميعاً كطلبة وكأساتدة وكنتمنى أن الحضور يكون تستفيد من هذا النشط نريد أن نقدم الشكر للإدارة على تلبية الدعبة لأنهم يوفروا لنا جميع الاحتياجات ونريد أن نقدم خالص الشكر والإمثنين للأستدنا أي مطر يماس على الدعم والتشجيع لأننا نضمه بحالة الأنشطة في الجميع اليوم نحن في واحد الوركشوب أو واحد الورشا على كيفية تحكم في النفس وأننا كيفاش نقدر نجغيو الضغوط النفسية دينا صراحة كانت زوائنا تعلمنا كيفاش نقدر نستطيع أهداف نخدم عليهم باش نقدر نحققوهم وكيفاش نتقف النفس نقدر نحمد الله على الأشياء اللي كندروا في الحياة دينا تضمنت المحاضرة أيضاً فترات تفاعلية ومناقشات جماعية لتبادل الخبرات والتجارب في إدارة الضغوط وتحقيق التوازن النفسي والجسدي خاصة في فترات الامتحانات والتحضير لها وما يتطلبه ذلك من جهد مضاعف اللقاء كان تجربة مفيدة ومثمرة حيث استفاد المشاركون من معلومات قيمة وتجاريب عملية في تطوير قدراتهم على التحكم في الدات وإدارة الضغوط بشكل فعال